السلام عليكم وحمد الله نبدأ بهذا الدرس بجزء جديد من دورتنا اللي هو التعامل مع قواعد البيانات الخطوة الأولى حتى التعامل مع قواعد البيانات نحتاج بأنه نحول جهاز الكمبيوتر الخاص بنا إلى السيرفر كيف نقوم بهذا الشيء عن طريق واحدة من الأدوات المتاحة على الانترنت ممكن مثلا نستعمل أداة الزامب أو الماب أو غيرها من الأدوات ممكن تستعمل أي أداة أنت تريدها لكن في دورتنا هذه أنا سأستعمل أداة الزامب فبالتالي نفتح المتصفح ومجرد أن نكتب زامب بهذه الصورة من مميزات هذه الأداة بأنه هي cross platform بمعنى أنه هي موجودة على كل الأنظمة موجودة الويندوز موجودة اللينيكس وكذلك الماك فممكن نضغط على click here to other version حتى أن نشوف كل الـ versions الموجودة أو النسخ الموجودة طبعا عند جماعة الويندوز أو لينيكس الموضوع بسيط مجرد أنه تحمل آخر النسخة اللي هي الـ PHP 8 أكيد لكن في الماك هناك شغل أكثر فبالتالي ما نضغط على هذه تحميل النسخة الأخيرة وإنما سنضغط على mode downloads طبعا إحنا نشرح طريقة تنصيب على الماك لكن من نسبة الويندوز فالموضوع بسيط جدا وهو متشابه تماما يعني مجرد هو next 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 ومن ثم إلى آخره فبالتالي أكيد نضغط على هذا الخيار الأخير اللي هو zamp mac os وبعدها نختار النسخة اللي هو النسخة الثامنة ومن ثم ننصب zamp installer وليس هذا الزام بالVM أوكي فبالتالي نضغط على هذا الخيار الثاني طيب الآن سنقلني إلى الصفحة وسيتم التحميل مباشرة أنا حملت الملف مسبقا حتى أنه نختصر الوقت مثل ما ذكرت لك أنت إذا كنت تعمل على الويندوز فمجرد أنه تضغط على download لهذا الملف بعد نحاول بأنه نصل الملف فتلاحظ بأنه هذا هو zamp installer نضغط عليه أوكي نختار على open ندخل password الويندوز طيب الآن هذه هي خطوات التنصيب ومثل ما ذكرت لك هي مشابه جدا للويندوز وبالتالي نضغط على next وهنا نضغط على next طبعا هنا المسار الافتراضي يعني مثلا في الويندوز ممكن يكون بالc بداخل الزامب لكن الآن في الماك ممكن يكون في الapplication بداخل الزامب نضغط على next ومثل ثم next أوكي شوف بأنه هو فتح لهذه الصفحة تلقائيا نرجع مرة ثانية نضغط على next الآن سيقوم بالتنصيب فعلا أوكي الآن شوف بأنه هو اكتمل التنصيب أكيد ممكن نضغط على هذا الخيار اللي هو launch zamp ومن ثم finish أوكي تلاحظ بأنه فعلا فتح لهذه الصفحة إذن طبعا هذا هو البرنامج هذا هو المنجر فتلاحظ بأنه بهذه الصورة أنا عندي mysql database وعندي كذلك apache web server فحاليا شوف بأنه هو فتح لي apache web server فأنت كل اللي عليك بأنه تشغل apache web server بالإضافة لهذا تشغل mysql فبالتالي هذا ال mysql نضغط على start حتى أنه يقوم بتشغيله أوكي starting أوكي حاليا إذا ال mysql database يعمل فبالتالي نضغط على refresh ممكن ونذهب إلى php myadmin أوكي تلاحظ بأنه فعلا فتح لي هذه الصفحة فإذن في البداية نشغل apache أوكي تلاحظ بأنه تم تشغيله كذلك نشغل mysql الآن نريد بأنه ننتقل إلى صفحة التحكم فبالتالي مجرد أن نضغط على هذه ال admin تلاحظ بأنه سينقلني إلى هذه الصفحة إذن تلاحظ بأنه هذا هو server الذي أصبح لدينا الذي هو موجود على localhost الآن ننتقل على php myadmin أوكي تلاحظ بأنه ظهرت هذه الصفحة هذه هي صفحة التحكم إذن في البداية بشكل مبدئي نحاول بأن ننشئ قاعدة بيانات بسيطة تحتوى على جدول واحد حتى نقوم بالتعامل معها خلال دورتنا طبعا قواعد البيانات تتمثل بالتابل أو الجداول فإذا نضغط على new إنشاء قاعدة بيانات جديدة شوف بأنه create database إنشاء قاعدة بيانات جديدة اسم ال database ولتكن مثلا student نضغط على create تلاحظ بأنه قام بإنشاء فعلا هذه قاعدة بيانات الآن تلاحظ بأنه يعطيني خيار create table إذا الآن أنت إنشاء قاعدة بيانات اسمه student بداخلها ممكن تحتوى على مجموعة من الجداول فنرشئ جدول خاص بنا على سبيل المثال info ومن ثم شوف بياني يعطي عدد الأعمدة على سبيل المثال ممكن يكون عدد الأعمدة أربعة أو خمسة حسب الأعمدة التي أنت تريد الغط على go الآن شوف بياني يعطيني أربعة أعمدة فعلا العامود الأول العامود الثاني وليكن اسمه بمعنى first name العامود الثالث iname أو last name وطبعا حتى ممكن أن تكتبها كأسماء كاملة يعني last name بهذا الشكل أو first name العامود الثالث كذلك مثلا city بمعنى المدينة طبعا ال id هو أكيد انتجر بالنسبة للfirst name والlast name والcity هو يكون عبارة عن citring لكن في قواعد بيانات لا يوجد شيء اسمه citring في التالي نسميه varcar أيضا هذي varcar فهذه varcar بدل citring إذن عندي أربع أعمدة الأول يمثل id الثاني first name last name ثم city أوكي الآن اكتملت عندي الأعمدة ما عندي أي مشكلة نضغط على save طبعا الآن يخبرني رسالة بأنه please interval length بأنه أدخل طول أو size أو حجم هذه الحقول المفروض إذن بهذا المكان نعطيه length أو نعطيه طول على سيء مثال 11 ما معنى 11 معنى إنه هذا ال id يتقبل مثلا 11 رقم ممكن مثلا تجعله مثلا 8 9 10 أي رقم آخر كذلك هذه first name last name إنه الاسم يحتوي على أقصى شيء مثلا ممكن أربعين حرف كذلك last name ممكن يكون أربعين حرف city ممكن أيضا يكون ثلاثين حرف بهذا الشكل ومن ثم نضغط على save أوكي الآن المفروض بأنه أنشئ هذه الأعمدة تلاحظ بأنه عندي أربع أعمدة id first name last name ومن ثم city كذلك لو نريد إنه نجعل primary key لهذا table في table أو في قاعدة الإعيانات ببساطة هناك مصطلح يسموه بال primary key يعني المفتاح الرئيسي ما وظيفة هذا المفتاح الرئيسي بأنه تجعل هذا الحقل لا يمكن تكراره يعني أنا مثال student id ال id الخاص بكل طالب ممكن إنه نجعله هو unique أو فريد بالنوعة أو لا يمكن تكراره فبالتالي هذا يسموه بال primary key كيف نجعل primary key بالنسبة للجدول تلاحظ بأنه create an index of 1 لو أضغط على go تشوف بأنه ظهرت لهذه المنافذة فإذا في البداية نحدد column على سيمثال column الأول ومن ثم أحدد الخيار فعلى سيمثال هذا ال id أريد أنه نجعل primary تشوف بأنه اختاره primary ومن ثم نضغط على go تلاحظ بأنه أصبح جنب ال id علامة المفتاح هذا يعني بأنه هو primary إذن فعلا هذه قاعدة بيانات ال student الذي أنشأناها وهذا هو ال table أو الجدول اللي اسمه info يعني information معلومات هذا الجدول info يحتوي على مجموعة من columns مجموعة من الأعمدة تلاحظ بأنه عندي عمود id first name last name وعندي city وتلاحظ بأن ال id قبل النوع يعطيك يا primary إذن ال id هو فعلا primary كذلك بالنسبة البقية first name last name و city فيعطيك أنواعها اللي هو barcar الآن نريد بأنه نضيف قيم لهذه الأعمدة مجرد بأنه تضغط على insert إذن الشخص الأول نضيف معلوماته على سين مثال 2 اسم الشخص مثلا حسن كذلك الاسم الثاني اللي هو فليح من نسبة لل city مثلا بغداد نضغط على go تلاحظ بأنه تم إضافة أول قيمة أو أول شخص إذن تلاحظ بأنه في هذا البرنامج في phpmyadmin طبعا هذه الأداة تساعدني كثيرا فبالتالي أنا ما أكتب أكواد MySQL الأصلية فتلاحظ بأن الأكواد الأصلية المفروض تكتبها بهذه الصورة فأنت تملأ الحقول بهذه الطريقة البسيطة وهو يترجمها أو يحولها ويفهمها إلى أكواد MySQL فعلى سين مثال نضيف قيمة أخرى وليكن هذه المرة أحمد علي اسم المدينة مثلا باصرة نضغط على go مرة أخرى insert أرسامة أدنان أربيل نضغط على go من نفس الطريقة نضيف المعلومات أوكي الآن لو نذهب إلى browse تلاحظ بأنه فعلا هذه معلومات التي قمت بإضافتها إذن خمس معلومات للطلاب لكل طالب عندي id first name last name ومن ثم city إذن الآن هيئنا قاعدة البيانات الخاصة بها كذلك نحتاج أنه نضبط اسم المستخدم والpassword لأنه سنحتاجه فيما بعد عندما نريد الاتصال بالساعة فإذن لو نرجع مرة ثانية إلى الصفحة الرئيسية تشوفي أنه عندي user account تلاحظ بأنه هناك حالة افتراضية أو هناك يوزر افتراضي اللي هو اسمه root إذن هناك يوزر افتراضي اسمه root وتلاحظ بأنه لم يتم إعطاءه password أو كلمة serve فبالتالي ممكن مثلاً نرشئ username و password خاص بنا ومن ثم نستخدمه إذا أردنا الاتصال بالساعة إذن نضغط على add user account هنا يطلب مني username فأعطيه على سبيل مثال حسن هنا يعطيني ال host name طبعاً ال host اللي نعمل عليه هو local يعني شخصي إذن تلاحظ بأنه local host هنا يعطيني ال password طبعاً عندما تكتب ال password هنا سيعطيه قوة ال password الذي تكتبه لكن نحن فقط نكتب password تجريبي يعني فقط لغرض التجريب والتعليم مثلاً مثلاً حسن 1 2 3 4 5 كذلك حسن 1 2 3 4 5 في هذه الصورة طبعاً ممكن تضغط على generate password وهو يقوم لك بتوليد password ويكون هذا password قوي جداً فأوكي لو ننزل الأسفل طبعاً تلاحظ بأنه هنا يعطيك الصلاحيات الخاصة بهذا اليوزر إذن مجرد أنه أضغط على check all يعني أعطيه كافة الصلاحيات أوكي ومن ثم أكيد نضغط على go الآن نرجع مرة وخلال اليوزر أكاونت تلاحظ بأنه فعلاً تم إضافة يوزر آخر اسمه حسن وتم أعطاءه password أيضاً وذكر الباسورد اللي كتبته الي هو حسن 1 2 3 4 5 وتلاحظ بأنه أعطيتك كامل الصلاحيات